ترجمة نانسي قنقر لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة في إطار ما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة بمناسبة افتتاح دور العقاد الرابع من الفصل التشريع الخامس لمجلسي الشورى والنواب والتي دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وبعد موفقة مجلس الوزراء على إطلاق عدد من المبادرات الهدفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين خرجت خطة التعافي الاقتصادي إلى النور لتكون بداية لمرحلة تتطلب مزيدا من تكثيف الجهود نحو تحقيق أولويات خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي ومواصلتها بروح الفريق الواحد بكل عزم وعزيمة ولأن كل مرحلة أنوانها الرئيسي هو استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سارعت الأخيرة لوضع خطتها بين يدي السلطة التشريعية لتستعرض أهم المبادرات المتعلقة بمرحلة التعافي الاقتصادي والمالي بعد جائحة فيروس كورونا فدور السلطة التشريعية مكمل ومساند لنجاح أي مرحلة من خلال التعديلات والتحسينات المستمرة للتشريعات والقوانين من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات المشتركة والتي تثمر عن تبادل الرؤى وبحث المبادرات على المستويين التشريعي والتنفيذي إن هذا التعاون والتنزيق الدائم والتعاون المثمر يعكس حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاح الخطط والمبادرات الرامية لتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 وأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدة حيث أن هذا التعاون هو حجر الأساس الذي تقوم عليه الجهود الوطنية لإثراء مسيرة الإنجاز والتطوير والتحديد بما ينعكس إيجابا على مصلحة الوطن والمواطن